من بين الشبهات المطروحة بشأن علل الشر وانعدام العدل في عالم الطبيعة والخليق الإلهية هو وجود الشيطان ودوره في ضلال الإنسان وانحرافه أفمن العدل أن يخلق الله سبحانه كائنا مضلا وعدوا للإنسان كي يضله ويوسوس له ويزين له الطريق الذي يؤدي به إلى الشقاء ثم يعقبه على اتباع الشيطان الجواب الأول تكامل النفس رهن بمقاومة الشيطان سبق أن ذكرنا أن الغاية من خلق الإنسان هي وصوله إلى السعادة الأبدية وإلى مقام القرب الإلهي وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تهذيب النفس وسموها وهذا المقام هو من أرقى وأسمى المقامات التي لم تتمكن حتى الملائكة من بلوغها بمن فيهم جبرايل وذلك لأن المقام الممنوح للملائكة إنما هو بالعطاء دون استحقاق في حين أن الإنسان يطوي أو يسير في مراتب الكمال من خلال التغلب على العقبات التي يزرعها الشيطان في طريقه وعلى هذا الأساس إذا كان الإنسان طالبا لمقام القرب الإلهي فعليه أن يسلك طريق تكامل النفس وأن تكامل النفس بدوره يأتي من خلال تهذيبها والتغلب على الموانع والوساوس النفسية والشيطانية وإلا إذا كان مسير الإنسان معبدا ولم يكن هناك أي وجود للموانع أو بعبارة أخرى إذا كان الماثل أمام الإنسان طريقا واحدا هو الصلاة المستقيم فإن الإنسان سيطوي هذا الطريق من دون مشقة وعناء وبعبارة أدق سيبلغ النهاية أو الغاية بشكل قسري وجبري وليس في ذلك ما يمكن أن ندعوه تكاملا أو تساميا للنفس بل هو ما عليه واقع الملائك وقد تقدم إنه مقام إعطائي وليس استحقاقيا فهو تفضل بحت وعليه فإن اختيار الصلاة المستقيم إنما يكون مزيا وامتيازا يستحق الإنسان أن يبلغ دردة الكمال والسمو إذا كانت هناك سبل منحرفة إلى جانبه لوجود الإنسان فلسفة خاصة لا تتم إلا بالاختيار ولا يكون الإنسان إنسانا ما لم يملك الحرية والاختيار في تصرفاته واختياراته فلو لم تكن في وجود الإنسان نفسا أمارة بالسوء ولو لم يكن خارج وجود الإنسان شيطان يلهم النفس الأمارة وإذا لم تكن هناك من دعوة إلى الشر والفساد ولم يكن هناك من إمكان لجنوح الإنسان إلى الشر والانحراف لما كان هناك حسن أيضا لأن الحسن إنما يكون حسنا إذا كان الإنسان قادر على فعل الحسن وقادر في الوقت نفسه على فعل القبيح وإنه يختار من بينهما فعل الحسن وأما إذا كان الطريق إلى فعل القبيح أمام الإنسان مغلقا وكان بدل من قانون فألهمها فجورها وتقواها مجرد فألهمها تقواها وكان لدى الإنسان ميلا إلى التقوى مجردا عن الميل إلى الفجور لن تكون هذه التقوى تقوى حقيقية لأن التقوى إنما تكون تقوى عندما تكون لدى الإنسان رغبة وميل إلى ممارسة الفجور ومع ذلك يفضل أو يؤثر التقوى والعدالة فمتى تتحقق الطاعة؟ الطاعة إنما تتحقق إذا كان الإنسان قادرا على الطاعة وعلى ضدها وأما إذا كان الإنسان مكرها على فعل الطاعة فعندها لن يكون ما يقوم به من الطاعة في شيء وإذا لم يكن من الطاعة فلن يكون هناك مدح ولا ذم وإذا لم يكن هناك مدح ولا ذم لن يكون هناك من ثواب ولا عقاب ولن يكون هناك تكليف ولا قانون ولا مجتمع ولا إنسان ولن يكون هناك من شيء أبدا وعليه إذا لم يكن هناك شيطان ولم تكن هناك دعوة إلى القبح والسوء لن يكون هناك عمل صالح فإنما يكتسب الصلاح إذا كان هناك نفس أمارة وكان هناك شيطان وأمكن سلوك كلا الطريقين على السوا كما قال جل وعلا وهديناه النجدين ولكن الإنسان بحسن اختياره يسدق الصراط المستقيم الجواب الثاني قدرة الشيطان في حدود الوسوسة دون الإكراح الأمر الآخر هو إنه ينبغي التدقيق في إن وساوس عدو تكامل الإنسان وتهديبه الذي هو الشيطان والنفس الأمارة ليست ملزمة مجبرية هي بمعنى أن الشيطان إنما يغوي الإنسان ويدعوه كما يدعو الصديق صديقه أو الخدين خدينه إلى المعصي دون أن يجبره على فعلها تكوينا وعليه فإن القرار الأخير إنما يكون بيد الإنسان نفسه فهو الذي يختار سلوك أحد الطريقين دون الآخر وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم من خلال تقريره لإجابة الشيطان عن سؤال العصاة الذين أطاعوه إذ قال مدافعا عن نفسه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن هذه الآية تقسم الناس إلى طائفتين الذين يخرجون على ولاية الشيطان وسلطته والذين يرتضون ولايته عليهم وهو ما قد بيّنه الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى بعبارة أخرى أمر يثبت أن الطائفة الثانية مسؤولة عن اختيارها وإن الدافع وراء اختيارها هو هذا الانصياع لوساوس الشيطان والاستسلام لدعوته فمساحة نشاط الإنسان تقتصر على التشريع دون التكوين بمعنى إن دائرة الشيطان تنحصر في حدود النشاطات التشريعية والتكليفية للإنسان فالشيطان إنما يستطيع التسلل إلى دائرة وجود الإنسان فقط ولا يستطيع التأثير على غير البشر كما إن دائرة تأثير الشيطان على البشر إنما تنحصر في تفكيره دون جسده وإن تأثير الشيطان في تفكير البشر ينحصر أيضا على حدود الوسوسة وتمويه الباطل له وقد بين القرآن مجيد إن هذه المعاني بتعابير من مثل التزيين والتسويل والوسوسة وما إلى ذلك وأما أن يخلق الشيطان شيئا في نظام الكون أو أن يسيطر على البشر تكوين أو عضويا كما نقول بمعنى أن يسيطر على الإنسان بوصفه سلطة قاهرة فيلزمه بفعل القبيح فهو أمر خارج عن قدرة الشيطان وإمكانياته وإنما تقتصر سلطة الشيطان على الإنسان بأن يمكنه الإنسان من نفسه ويتنازل له عن إرادته والدليل على هذا المدعى وجود الأتقياء الصالحين والأبرار في كل مجتمع حيث خلعوا طاعة الشيطان ودخلوا في طاعة الرحمن وهذان الجوابان كافيان في تبرير العقاب الأخروي الذي ينال تابع الشيطان كي لا يتصف العقاب الآخرة مع وجود الشيطان بعدم العدل وفي هذا المعنى يقول الإمام الحسين عليه السلام وأحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان بكم فإنه لكم عدو مبين فتكونوا كأوليائه الذين قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عاقبيه وقال إني بريء منكم فتلقون للسيوف ضرباً وللرماح ورداً وللعمد حطماً وللسهام غرضاً ثم لا يقبل من نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً بعد أن بينا سبب وجود الشيطان ورددنا على الشبهة بأجوبة واضحة تكفي كل صاحب عقل وفطرة سليمة نبدأ بالإجابة على الشق الثاني من سؤال الحلقة وهو ما الحكمة من وجود الإنسان في نظام الوجود الإلهي؟ إن الإجابة عن هذا السؤال القائل ما الحكمة من وراء خلق الشيطان في نظام الوجود الإلهي؟ خارجة عن موضوع التحقيق بحث العدل إلا أننا نكتفي هنا بمجرد الإشارة إليها هي الجواب الأول عدم خلق الشيطان للإضاءة بالالتفات إلى قواعد بحث العدل والحكمة القائل بأن الوجود مساوق للخير وإن الشر أمر عدمي فإن وجود الشيطان يكون مشمولا لهذه القاعدة أيضا فمن خلال النظر في آيات القرآن الكريم ندرك إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق طائفة الجن وطائفة الإنس لأجل عبادة الله وذلك إذ يقول تعالى وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ولما كان الشيطان ينتمي إلى طائفة الجن فإنه مشمول لهذا الحكم أيضا بل إن الشيطان قد ترقى أكثر من أي فرد آخر من أفراد الجن بسبب كثرة عباداته كما يرد في الروايات ونال بذلك أعلى المراتب حتى أضحى مجالسا للملائكة ولكنه طرد من نعمة الله وتم تجريده من منزلته بسبب تمرده على أمر ربه المتمثل بالسجود لآدم وأخذ على نفسه لذلك قرارا بأن يكيد لبني آدم ويحرفهم عن صراطه المستقيم وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وَإِذْ قُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لْآدمَ فَسَدَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَهْ مِنَ الْكَافَرِينَ جواب الثاني توظيف الشيطان لاختياراته بعد التدقيق والتأمل في خلق الشيطان يتضح لنا إن الشيطان إبليس إنما أصبح شيطانا فيما بعد بسوء اختياره لا إن الله هو الذي خلق إبليس شيطانا منذ البداية من قبيل بعض الأخبار من الناس الذين يظلون في منتصف الطريق فيختارون الانحراف بسوء اختيارهم الشيطان عنصر متمم لتكامل الإنسان وقد تقدم أن قلنا إن تكامل الإنسان وتعاليه رهن بوسوسة الشيطان وإغوائه من قبيل المحترف الرياضي الذي يسعى للحصول على الأوسمة من خيال اجتيازه للموانع وقلنا أيضا إذا لم تكن وسوسة الشيطان موجودة ولم يلمس الإنسان من نفسه ميلا أو رغبة إلى ارتكاب المعاصي للزم من ذلك تجرد النفس تجردا كاملا وعندها لن تكون مجرد نفس بل هي روح وعقل محض وهذا في الحقيقة ما عليه ما هي الملائكة ولن يكون أمام الإنسان حينئذ فرصة للتكامل في حين أن فلسفة خلق الإنسان قائمة على أن يسعى إلى تهذيب نفسه من خلال التغلب على الموانع والوسوسة الشيطانية ليصل هو بذلك إلى ما هو أسمى من مراءة بالملائكة وهذا الجواب على شبهة الثانية في موضوع حلقتنا بعد أن توضح نشرع ببيان وتوضيح الجواب على الشبهة الثالثة من موضوع حلقتنا فلقائل أن يقول سلمنا واقتنعنا بما أجبتم عنه في وقت الحلقة السابق وكان جوابكم مقنعا فما هي حكمة إمهار الشيطان مدام أن الله يعلم بمستقبل الشيطان ودوره في إضدال الإنسان مسبقا فلماذا أمهله حتى يوسوس لبني آدم على ما هو مقرر في القرآن من قبيل قوله تعالى قال إنك من المنظرين وقوله تعالى قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الجواب الأول ربما أمكن هنا تكرار الإجابة التي تقدمت في نقد شبهة علة خلق أمثال صدام والحجاج والقول بأن خلق الشيطان من قبيل خلق صدام والحجاج في كونه جزءا من نظام العلية وإن التدخل في عدم خلق الشيطان مساوق للتدخل والتصرف في قانون العلية الجواب الثاني لم يترك الله الإنسان في مواجهة الشيطان بمفرده بل أرسل إليه أزكى الناس وأشجعهم بالشرائع لينبههم وينذرهم ويدلهم على الطريق الذي ينجيهم ويبعدهم عن طرق الشيطان وسلحهم بالفطرة والعقل لقد عمد الله سبحانه وتعالى في قبال إمهال الشيطان إلى اتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية السابقة واللاحقة من قبيل العقل والفطرة التوحيدية وإرسال الأنبياء واختيار الأئمة واللطف والعناية لهداية عباده وإرشاده كما قام في المرحلة التالية بإعفاء آثار التبعية للشيطان والتكفير عن المعاصي والعاثام من خلال التوبة والشفاعة فإن هذا الإرشاد وهذه الهداية تقف عند حدود الهداية التشريعية وبيان الصالح من الطالح ولا تصل إلى حدود الدعوة إلى سلوك طريق الحق على المستوى التكويني وإلا فإن مفهوم التكامل والحصول على مقام القرب الإلهي سيفقد مضمونه ومعناه كما تقدم أن ذكرنا ويمكن لنا في هذا المقام أن نكرر الإجابتين السابقتين التي أوردناهما في بيان فلسفة خلق الشيطان وهما القول بأن وجود الشيطان من لوازم تحقق تكامل النفس وكذلك عدم إجبار الشيطان وعليه نقول إن خلق الشيطان أمر ضروري من أجل تكامل الإنسان عن طريق زيادة الموانع الماثلة في طريق رقيه وتكامله ولكن بطبيعة الحال دون أن يبلغ ذلك حد الإكراه والإجبار وفي الحقيقة يمكن الإشارة إلى هذه النقطة في تحديد البطل الفائز في رياضة رفع الأثقال أو الجارية أو الفروسية مثلا فإنما كلما تجاوز الرياضي مرحلة من مراحل السباق سيجد أمامه في المضمار التالي موانع أكثر وأشد وأوزانا أثقل من موانع وأوزان المرحلة السابق وهكذا الأمر بالنسبة إلى معرفة أشرف الكائنات حيث يقوم الله سبحانه وتعالى باختيار عبده في هذا الشأن فيضع في طريقه عقبتين متمثلتين في النفس الأمارة والشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة